السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالرغم من غرابة اسمه إلا أن القط الدبي اسم على مسمى على الأقل من ناحية الشكل الحيوان العجيب ده وشه زي القطط وجسمه زي الدببة مع أنه ملوش علاقة ولا بالدببة وهلا بالقطط ولو شايف أن دي حاجة عجيبة خليني أقولك أنهم بيفرزوا رائحة تشبه رائحة الفشار أهلا بيكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن القط الدبي وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول البنت رونج أو القط الدبي من السدييات المنتمية لعائلة الزباديات وهي العائلة اللي بتضم حيوانات زي النمس وقط الزباد لكن على عكس بقية أفراد العائلة القط الدبي تحسه عجوز في شكله كده مهما كان عمره والعمل الأساسي اللي بيساهم في ظهوره بالهيئة دي هو لون جسمه القط الدبي فروه لونه أسود مع بقع بيضاء أو فضية عاملة زي الملح منتشرة على جسمه وخاصة منطقة الوجه ديف على كده أن الشعر الموجود حوالين الفم واللي عامل زي الشنب عند الرجال كده رفيع ولونه أبيض خالص ودي كلها صفات بتضيف على شكله عام للتقدم في العمر وكأنه راجل مكحكح بيعيش القط الدبي في أدغال الأراضي المنخفضة بمناطق محدودة في جنوب شرق آسيا وبتواجد في دول زي الهند وطايلاند وماليزيا وفيتنام والصين وفي حين أنه بيعيش معظم حياته على الأشجار وكمان بيتخذها كمأوى إلا أنه على عكس قريبه اللي بيمتازه بالرشاقة وخفة الحركة مش بينط من فرع الفرع ولا من شجرة لشجرة ولما بيحب يغير الشجرة اللي هو عليها بينزل لحد الأرض بنفس الطريقة اللي تسلق بيها الشجرة في الأساس كل الفرق إن راسه هو نازل بتبقى لتحت وبعدين يروح للشجرة الجديدة ويطلع تاني بنفس الطريقة وعنده المقاومات اللي بتساعده الأشجار فأقدامه مبطنة ومخالبه طويلة والسبعين التالت والرابع في أقدامه الخلفية ملتصقين مع بعضهم وده بيساعده إنه يمسك في جزع الشجرة وفروعها كمان بشكل محكم وبيقدر القط الدبي إنه يلف كحله بمقدار 180 درجة كاملة علشان مخالبه تمسك كويس في الشجرة وهو نازل من عليها بالإضافة كمان لإن زيله قوي وطويل جدا بيقارب تقريبا طول الحيوان نفسه وبيستعين بيه هو كمان في إنه يمسك في الأشجار والفروع ولما بيجي ينام أو يريح شوية بيلف زيله ده حوالين أفرع الشجرة علشان يأمل نفسه ويحافظ على توازنه وكدليل على قوة زيله صغار القط الدبي تم رصدهم وهم معلقين نفسهم في فروع الأشجار بشكل معكوس بالاستعانة بالزيل فقط لكن ما تمش رصد أي بالغ منهم بيعمل الحركة دي ولعل وزنهم الضخم هو السبب اللي بيخليهم ما يعملوش كده فالقط الدبي البالغ بيوصل وزنه لحوالي 20 كيلو جرام علما إن الإناس أطول وأطخم من الزكور بحوالي 20% وبيتراوح طول القط الدبي في العموم من 60 سنتي لـ 90 سنتي والزيله بيتراوح من 50 سنتي لـ 84 سنتي والطريقة اللي بيمشوا بيها على الأرض أقرب لطريقة الدبابة فهتلاقيهم بيمشوا بهدوء وتمايل وهم مرتكزين على أقدامهم المفلطحة أما بقى عن حميتهم الغذائية العجيبة فبيقدم القط الدبي منفعة مهمة جدا للبيئة اللي هو عايش فيها الدب القطبي من الحيوانات القارثة وده معناه إنه بتغزع للحوم والنباتات مع بعضهم شهيتهم واسعة وقائمة طعامهم لا تخلوا من أي عنصر ممكن تفكر فيه حشرة ماشي، قوارد زي بعضه، طيور هات، سحالي أوكي، أسمك مش هنختلف وده طبعا بخلاف الله في قريات الصغيرة وبيض الحيوانات وأوراق الأشجار وحتى اللحم الميت وبالرغم من القائمة الطويلة دي إلا إن غذائهم الأساسي والمفضل هو الفاكهة وخصوصا سمار أشجار التين وبيساعد القط الدبي في إعادة زراعة الغابات اللي بيعيش فيها عن طريق نشرب وزور الفاكهة اللي بيتغزع لها وطبعا النشر ده مش إنه يروح يحفر ويحط البزرة ده بيتم عن طريق نشر فضلاته في أنحاء الغابة وبيعتبر القط الدبي من الحيوانات الإنعزالية والليلية بيقضي معظم حياته لوحده في غير موسم التزاوج وبينشط في الليل والساعات الأولى من الصباح وهو من الحيوانات اللي عندها القدر على السباحة بكفاءة ونظره كويس سواء بالنهار أو بالليل وبيعتني القط الدبي بنفسه على طريقة القطط تلاقيه بيلعق الفرو بتاعه وبيمسح وشه بأقدامه الأمامية وبالرغم إنه من الحيوانات الخجولة إلا إنه بيتحول لعدواني لو تعرض لإزعاج أو شعر بالتهديد لكن ردود أفعاله بقى في الحالة دي بتبقى غريبة جدا أول رد فعلي ليه على أي مصدر إزعاج أو تهديد بيكون إنه يتبول ويتغوط في المكان ويزمجر ويكشف عن أسنانه يعني تقدر تقول كده إنه بيكشم لله قدامه وهو بيشخ على نفسه ولو الكلام ده ما جابش نتيجة بيستخدم مخالبه لحده ده غير إنه أحيانا بيقصر الشر وبيبعد عن المواجهة وبيتسلق أي شجرة قريبة منه وباستثناء البشر القط الدبي مفيش حيوانات مفترسة بتستهدفه بشكل رئيسي أما بقى عن مسم التزاوج بين القطة الدبية فمفيش وقت محدد ليهم على مدار السنة خاصة وإن إناس القط الدبي بيمتلكوا خاصية فريدة بين السديات معروفة باسم الغرس المتأخر والخاصية دي بتسمح لهم إنهم يأخروا الحمل بعد عملية التزاوج والهدف منها بيكون إن الأنسة بتختار أنسب الظروف علشان تولد صغرها فيها بعد فترة حمل بتتروح من 84 يوم ل 99 يوم وأنسب وقت بالنسبة لأنسة القط الدبي للإنجاب هي الفترة ما بين شهر يناير لشهر مارس وابتلد الأنسة عادة من طفل الطفلين في المرة الوحدة لكن ممكن يوصل عدد الصغار لستة وبيتروح وزن الصغير في لحظة الولادة من 280 جرام ل340 جرام فقط لغير وبعد فترة تتروح من 6 أسابيع ل 8 أسابيع بيوصل حجمهم لحجم القطة المنزلية وبيوصلوا لمرحلة النضوج الجنسي في عمر سنتين ونص وبتستمر قدرتهم على التزاوج والإنجاب لحد ما بيوصلوا 15 سنة علما أن عمر القط الدبي في البرية بيوصل ل20 سنة وممكن يوصل لأكتر من كده لو كان في الأسر وعلى عكس معظم الحيوانات وعلى عكس طبيعته الإنعزالية كمان ذكر القط الدبي بيفضل مع الأنسة بعد عملية التزاوج وممكن كمان بعد الإنجاب وبتتواصل القطة الدبية مع بعضها وبتعبر عن نفسها من خلال سلسلة من الأصوات منها الزمجرة والعواء وأصوات بنبرة عالية أشبه بصراخ القطة بخلاف الاستعانة بالزيل في عملية التواصل وده بيحصل عن طريق هزة زيل في هدوء أو رفعه للأعلى وتثبيته بطريقة توحي بالعدوانية لكن مع ذلك الطرق دي مش هي الوسائل الوحيدة اللي بيتواصل بيها القط الدبي وأهم وصيلة عنده للتواصل هي الرائحة واللي تعتبر أغرب حاجة في القط الدبي على الإطلاق بالقرب من الأعضاء التنسلية عند زكر وأنسة القط الدبي موجود غدة خاصة بالرائحة وعن طريقها بيسيب القط الدبي رائحته على جزوع الأشجار وبيسيب لنفسه أثر سواء لفرض سيطرته على منطقة أو لترك علامة يعبر من خلالها عن جنسه والعملية دي بتمثل همزة الوصل في التواصل وعصور الإناث والذكور على بعضهم للتزاوج بالإضافة لاستخدامها كعلامة تحذيرية بيصرح فيها القط الدبي إن دي منطقته وأحيانا بيتبول القط الدبي على الزيل وبيستخدمه زيل فرشاة لترك رائحته على الأشجار في المنطقة اللي هو مسيطر عليها بس العجيب بقى في المسألة إن الرائحة اللي بيفرزها القط الدبي دي عاملة زي ريحة الفشار الطازة بالزبط والسبب في كده راجع لمركب كيميائي معروف باسم AP2 وهو المركب اللي بيتكون نتيجة تفاعل البروتينات والسكريات مع بعضهم أثناء تسخين الفشار واللي بيدي الفشار ريحته الشهية المعروفة والباحثين أكدوا إن نفس المركب ده بينتج من دفاعه البول القط الدبي مع البكتيريا الموجودة في أمعائه أو على جلده فروه واللي بسببه بتظهر رائحة الفشار الطازج في كل مكان بيتواجد فيه القط الدبي بيصنف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة القط الدبي تصنيف مختلف من منطقة للتانية فأعداده في بعض المناطق بتخليه غير محصن أو مهدد بخطر انقراض أدنى وفي مناطق تانية مهدد فعلا بالانقراض لكن في العموم بتعاني النوعية دي من الحيوانات من تناقص ملحوظ في أعدادها وعلى مدار العشرين سنة اللي فاتوا تناقصت أعدادهم بأكتر من 30% تفتكروا إيه السبب وراء تناقص أعداد القط الدبي ده الإجابة هي الإجابة كل مرة الإنسان هو العدو الأول للقط الدبي فالنوعية دي من الحيوانات بيتم صدها للتجارة في فروهة أو لبيعها كحيوانات أليفة بخلاف أن بعض الدول بتشوف لحمه لذيذ وبيحبه يكلوه وزي وزي معظم الحيوانات الغريبة بيتم الاستعانة بأجزاء منه في الطب التقليدي الأسيوي تحت مزاعم زائفة زي علاج أمراض بعينها أو تعزيز قدرات بعينها عند البشر وبالرغم من أن الصيد ما أثر على أعدادهم إلا أن المشكلة الأكبر اللي بتواجههم هي تناقص بيئتهم الطبيعية وإزالة الأشجار في المناطق اللي بيعيشوا فيها فمعظم المناطق اللي بيعيش فيها القط الدبي بيتم إزالة الأشجار منها لصالح زراعة أشجار النخيل علشان الاستفادة من الأرباح التجارية لزيت النخيل وهو الزيت اللي بيدخل في صناعات كتير جدا في الأكل ومستحضرات التجميل وغيرها وخلال عملية قطع الأشجار والإزالة بيتم بناء عدد من الطرق داخل الغبات علشان العمالة تقدر تدخل لها بسهولة وتشتغل والقصة دي زي ما بتسهل على العمالة الوصول لمناطق إزالة الأشجار فهي بتسهل على الصيادين كمان إنهم يدخلوا ويصطادوا الحيوانات والرافدين لإزالة الغبات والأضرار اللي بترجع منها على الحيوانات اللي بتسكن فيها قرروا إنهم يناهضوا الفكرة ويستغنوا عن المنتجات اللي بيستخدم فيها زيت النخيل وبيقولوا إن بالرغم من كونها حاجة بسيطة إلا إن ممكن مع التكاتف يكون لها دور كبير ويخلي الشركات الكبرى تكف عن إزالة الغبات وحرمان الحيوانات من بيوتهم وبيئتهم الطبيعية وخصوصا لو كانت حيوانات لا تؤذي البشر وليها دور مهم في إعمار الغبات اللي بتعيش فيها وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن القط الدبي تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا يعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية آه حاجة أخيرة لو حابين تتعرفوا أكتر على الدول والمدن والمعالم الأسرية والمزارات السيحية في قناتنا الجديدة الرحالة هناخدكم في رحلة كل أسبوع لمكان جديد هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف اشتركوا فيها وفعلوا الجرس واللي اشترك يكتب في تعليق تحت الفيديو إنه بقى رحال جديد سلام